هذا الموضوع للأمازيغية هي قضية وطنية حسيمة دستوريا وحسمها جلالة الملك غير ما مرى في مختلف المناسبات الانطلاق كان في خطاب أجدير والمصاري للتفعيل والترسيم مستمر فبتالي يجب تمييز ما بين كيف تتبنى الحكومة هذه القضية المحورية الأساسية نظرا للطبع الرسمي ديلا في الدستور نظرا لأن هذه الحكومة كانت من أكثر الحكومات دفعا بقوة في المصار ديلا الترسيم شفنا الملتقى السنوي اللي كي يتم وكيكون فرصة للوقوف حول المنجزات شفنا التطور اللي وقع على مستوى الأساتذة ديلا التدريس الأمازيغية على مستوى التعليم والأرقام من نكت قرنها قبل ما جئ الحكومة مع هذه الحكومة يعني مضاعفة بشكل كبير جدا لإمكانيات المالية إذا المصار ديلا التفعيل ديلا الطبع الرسمي هو مصار متقدم لكن داخل الحكومة نعتقد بأنه يجب أن نواصل العمل بهذا الأفق هذا هو اللي عندي رسمي بالنسبة لأنا هو أن الحكومة بالنسبة لها اللغة الأمازيغية والتقافة الأمازيغية هي مكون أساسي ومهم جدا يعطب المروفل الأساسية الشخصية الوطنية وهذا موضوع محسوم ولا نقاش ولا جدال فيه شكرا